وما هي الأشياء اللي بتساعدنا؟ أول شيء منا نحاول ما نكون في عنا غازات كثيرة في جسمنا يعني الوجبات اللي بدنا نوقلها لازم تكون وجبات خفيفة يعني وجبات شوربات السلطات شوربات السلطات هاي هاي أفضل حمية ومياه كد ما تغضروا تشربوا مياه في الفترة هذي اشربوا مياه وانقعوا حالكم في المياه وماش بس تشربوا بتنقعوا حالكم في المياه السخنة و بتوكلوا خضروات بشكل كبير وبتوكله أغذية بسيطة لأنه كثرة الضغط على منطقة المعدة هاي بتشكل مضاعفة للضغط اللي بيجي من خلف الظهر للديسك يعني هاي ضغط إضافة على المشكلة هاي فإحنا بنا نخفف الضغوطات هاي فنوكل أكل خفيف ما يسبب فيه عندنا غازات بالنسبة للخضار كثروا منها يعني بشكل مضاعف لأنه الخضار فيها المواد اللي كويسة كتير للمفاصل كلوا الجل الجل أو الجلاتين تاع العظام تاع الجاج مركة الجاج الجل هذا أو اللي هي الطحنة تاعت الغضاريف سواء من جاج سواء من بقر بتشتروها بدون هي زي الجل هذا اللي موجود عندنا في البيت بس بيكون موجود معه سكر وإحنا بدناش سكر فبنأخذ الجل العادي وهذا الجل ممكن تعملوه في الشورى بتحطوه ممكن تحطوه تعملوه مع الجاج مع الأسماك مع إيش ما بدكم الأسماك كويسة كتير للصحة للهات كل اللوزيات الزيوت بشكل عام الحبوب اللي فيها زيوت بشكل عام كويسة كتير للمفاصل سواء كدهن على منطقة المفاصل أو كأكل أكل عندك نبلش في زيت الزتون بخصاصه الكبيرة والعظيمة والفيتامينات اللي موجودة فيه والمرطبات والأنتي أكسيدانت والفوائد كله عندنا كمان زيوت الزعتر زيوت الزعتر زيوت حامي يعني بتخلي المنطقة هذه تتنشط أكتر الشعيرات تتفتح مواد وفيتامينات كويسة كتير لصحة الجلد وصحة المفاصل يعني نحن بنحافظ على أكتر من شغلة في عندنا زيوت السمسم زيوت السمسم كمان اللي هي موجودة بالطحينة الطحينة هي معمولة بشكل أساس من زيت السمسم والطحينة كويسة كتير يا جماعة كأكل وزيت السمسم كدهن كويسة كتير لأنه بوصل عناصر كتير للمفاصل يعني كل الزيوت كثرو منها الزيوت الكويسة هذه اللي بنحكي عنها كثرو منها الوجبات تكون خفيفة والحركات تكون خفيفة وكل شي في الفترة هذي يكون خفيف مش معنى هالحكي هذا إنكم بتكون تطولوا في الموضوع هذ مش هتطولوا في الموضوع المشكلات هاي مرحلة مرحلة علاجية ممكن أسبوع تقعد ممكن أسبوعين ممكن ثلاث ممكن شهر ممكن شهرين في الفترة هذي فقط بدي أدير بالي والتزم طبعا بعد الفترة هاي ما تروح كويس كتير إذا بظني ألتزم بس في هاي الحالة في عنا مجال لأنه ما نلتزم لأنه رجعنا كل شي لوضعه الطبيعي فممكن أجعص أمرار أغلط أغلاط معينة هذا ما بيأثره مش هيأثر كتير بس واضبولي على التمارين هذي والحركة بركة زي ما بنحكي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر